إلى التفاصيل أهلا بكم مع احتدام معركة الأمتار الأخيرة في آخر معقل يسيطر عليه داعش الإرهابي في دير الزور بسوريا ما تزال أعداد كبير من المدنيين عالقين في تلك الأمتار يرتقبون مصيرا مجهولا في ظل الأخبار الواردة من هناك عن عزم التنظيم الإرهابي إعدام من يجرؤ على الهرب أو مخالفة أوامره من المدنيين أو العسكريين على حد سواء وكانت فرانس براس أكدت أن المدنيين ما زالوا موجودين في الداخل بأعداد كبيرة وأن نساء وأطفال داعش موجودون في الأقبية تحت الأرض وفي الأنفاق مضيفة أن هذه كانت المفاجأة الكبرى إذ لم تكن القوات المشاركة في الحرب ضد داعش تستأنف المعركة حتى تنتهي من تعاملها مع الأنفاق بطرق متعددة منها الإغلاق أو التفجير